نحو خمسين بالمئة فائد اعداد الموظفين في القطاع الرسمي يتصدر العراق قائمة تعيينات اصطلح على لسان خبراء البلاد تسميتهم بالفضائيين اذ انما نسبته سبعة وثلاثين بالمئة بحسب مؤسسات مستقلة يعملون كموظفين في قطاعات حكومية نسبة تفوق بها العراق على الصين الاكبر عددا من حيث السكان والمساحة في العالم الحكومة بحسب تصريحات سابقة تنوي اعادة دراسة سلم الرواتب والامتيازات لكبار موظفية دولة بعد عبء اقتصادي مثقل بموازنة تاريخية يقترب منها البلد في العام المقبل الارقام الخيالية تخطت حاجز ثلاثة ملايين موظف في القطاع المدني يغلبهم التنهل الاداري والوظيفي سيما مع وجود الرشوة والوساطة والمحسوبية وهذا نسق منتصل مع نظام المحاسس الذي جذر طينة عشرين عاما ماضية مبدأ المحسوبية وشلال التعيينات لاجل تحقيق المكاسب سواء السياسية او الاقتصادية منه اما الكارثة الاقتصادية تكمن في قرابة عشرة ملايين عراقي من موظفين ومتقاعدين وذوي رعاية اجتماعية يعتمدون على الدولة مباشرة في معيشتهم ارقام تؤكدها جهة رقبية توثق بياناتها بالاعتماد على ما تكشفه وزارة العمل ما يعني ان غير المعلن قد يضاعف ارقام التنهل الوظفي بشكل اكبر سيما مع صدمة السبع عشر دقيقة التي تبلغ متوسط وقت العمل لموظف الحكومي يوميا وعلى طاولات الحكومة المتعاقبة لم تجد الحلول طريقا لها لانهاء ازمة اقتصادية في بلد يعتمد على عائدة النفط بنسبة 93% دون تفعيل البيئة الاستثمارية بفعل غياب الاستقرار الامني وتفعيل القطاعين الصناعي والزراعي وليست حلولا سحرية لكنها وضعت في قالب الفساد والترهل الادارية الذي طال مفاصل الدولة على مدار عشرين عاما ما يعني ان حكومة السودانية التي تسعى لتحقيق منهجها الوزاري بما يتعلق بتحقيق نهضة اقتصادية امامها تركة ثقيلة وتحدي كبير سيما مع توقعات بوصول عدد سكان العراق الى نحو ستين مليونا بعد عشر سنوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة